تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والباية بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 4 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد الباية بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 605 قضايا من بينها 200 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 118 طن أقماح محلية